يعتاد الصائم طوال شهر رمضان على نمط غذاء معين ويعتاد جسمه لمدة شهر كامل على عدم استقبال أي طعام أو شراب طوال النهار ومع دخول العيد يحدث تغيير مفاجئ في مواعيد ونوعية الأطعم المتناولة ما قد يؤدي إلى إصابة العديد من الناس باضطرابات معوية وألام في المعدة قد يصاحبها انتفاخ وإسهال وقد تحدث حالات تسمم غذائية عدة لتجنب حدوث هذه الأعراض شدد الخبراء على ضرورة مراعاة كمية الأكل ونوعيته في أول أيام العيد وتناول الطعام ببطء بالإضافة إلى التقليل من تناول الأطعم التي تلبك الأمعاء وتزيد من حمضتها كالمقال والمعجنات وتلك التي تحتوي على البهارات والتوابل وعلى الصائم البدء بتهيئ معدته على استقبال الطعام أول يوم العيد من خلال تناول فطور صحي وخفيف وتجنب الإفطار الدسم ومن المفضل عدم الإفراط في تناول حلوى العيد التي قد تؤدي إلى إرباك الجهاز الهضمي واستبدالها بالفاكهة والعصائر الطبيعية آسيا صفي الدين العربية